اخر وصفة رح نعملها مع بعض من وصفات حلويات العيد رح تكون لغريبة طريقة سهلة كتير ومكوناتها بسيطة بس نتبع كم خطوة عشان تطلع معنا هشة وما تتشقق معنا السمنة رح تكون 250 جرام بحرارة الغرفة رح ننزل عليها 200 جرام سكر بودرة انا بفضل دائما استخدم السكر البودرة الجاهز لانه بيعطينا نتيجة احسن من اللي بنطحنه بالبيت بتأكد اني بقلبها كتير منيح لتختفي بودرة السكر بعدين ببدأ اخفقها بالخفاءة لتوصل معي لهاي المرحلة وتكون كريمي بعدين بنزل 500 جرام من الطحين بقلبها بهاي الطريقة وما ببالغ بالعجن رح تحسوا بالبداية انه شكلها صار غريب بس بعدين حترجع تلم معاكم وبالاخر حتكون بهذا الشكل باختبر العجينة بهاي الطريقة باخد اطعة وبلفها وبعدين بضغط باصبعي بهاي الطريقة اذا ما صار فيه اي تشققات من الجوانب يعني هيك العجينة معي مضبوطة اذا صار فيه اي تشققات معناته بدها معلقة اتسمنة وهذا بعود لا اختلاف انواع لطحين فممكن تحتاجوا ضفولها بسم على اتسمنة بخليها ترتاح بالتلاجة نص ساعة بعدين بطلعها وببدأ اقسمها بهاي الطريقة لتكون الاحجام متساوية وبشكلها في طريقتين للتشكيل ممكن انشكلها على شكل دائرة بهاي الطريقة ومنحط لها حبة فستق حلبي مع الضغط وهيك بتكون جاهزة الشكل الثاني رح يكون كأنه بنعمل اساور بس رح تكون اساور صغيرة بهاي الطريقة بخبزهم على الرفة الوسط على حرارة 150 من 8 ل 10 دقايق كتير مهم انه من زود الحرارة لو زودنا الحرارة ممكن اتشقق معنا والسبب التاني لتشقق العجينة بتكون الطحين فيها زيادة فدايما اختبروا العجينة بتحطوا حبة واحدة في الفرن اخبزوها قبل ما تخبزوا بقية الكمية بس تطلع من الفرن بتأكد اني ما بمسكها ابدا الى لما تبرد تماما وقت الخبز كمان اول ما طلقت لون بوردي فاتح حتى افتح من هذا على طول منسكر من تحت ومنشغلها من فوق بس دقيقة وبعدين بطلعها مباشرة ما بخليها اغمق من هيك لانه لو تحمرت اكتر من هيك عطول راح تشقق معكم وراح تنشف هيصير كتير ناشفة وحيروح منها قوام الهشاشة شوفوا الى بدور جيكم كيف قوامة من الداخل هش وبيدوب دوب يا جماعا جد كتير سهلة ووسيطة بس نتبع الخطوات هتطلع معكم احلى غريبة هشة وبالدوب في التوم دوب وبهيك منكون عملنا مع بعض اربع وصفات لحلويات العيد لهالسنة راح احط لكم لينكات الوصفات التانية اسفل الفيديو ان شاء الله بتجربوها وبتعجبكم وصحتين والف عافية وكل عام وانتم بالف خير شكرا